تميز الدولة الكويت بأنها ثامن أفضل رجهة سياحية تعتبر الكويت واحدة من أفضل مدن الخليج في السفر والإجازات وتعتبر السياحة في الكويت أكثر تميزا لما تحتويه من أماكن سياحية وترفيهية رائعة ما فيه مدينة ترفية سكرت شوبيس سكر الفنادقنا فاضية لو كان أصلا فيه سياحة على الأقل مثلا سمعنا أن فنادقنا فل ولا كذا الفنادق تروا لي إذا كثر كثر يمكن عشر عشر أشخاص فأشك في الأمانة بالتغرير هذا أو التصنيف هذا مدغيق لو أنا سايح ما راح أي سياحة لأنه ما في شيء أحب أن السياحة هي جميلة جميلة ثم يوجد الأمانات والشبابات جميلة والمدن الخليجة جميلة 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 الناس يكون جميلة لذلك جميلة سأذهب مع أطفالي في الكويت زو صراحة الكويت يعني من أحلى الدول في العالم ولكن لا ما بشوف فيها أماكن سياحية كمان الكويت في قيود على دخول الناس عليها فما أظن في حدا بيقدر يدخل لكويت ويعمل سياحة بالكويت لا أعتقد أنهم يفعلون أي شيء هنا في سلمير ويجب أن يكون هناك بعض لكن أعتقد أنهم يذهبون إلى الكويت ويعمل أخرى وهذا هو المكان وهذا المكان ثم يكون هناك المشركات تتميز الكويت باحتوائها على العديد من الشواطئ الرائعة والمتاحف المتميزة والأسواق العتيقة وكنوزها التاريخية والثقافية والترفيهية لذلك أطلق على الكويت باسم عروس الخليج